مسألة هل التشهد أنواع؟ التشهد ما فيه أنواع أيوة، إذا مسألة يقصد يعني التشهد فيه روايات نعم فيه روايات فيه روايات وبعض الروايات أرجح من بعض وقد نقول بعض الروايات أصح رواية صحيحة تحيات لله الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله لكذا التشهد انتهى بعد ذلك تجيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم برضها روايات وذي فيها الروايات الكثيرة كثيرة جدا بعض أهل العلم قال بلغت عددا من الروايات وهي الصلاة الإبراهيمية وأكمل الروايات كما قال العلام بن باز رحمه الله تعالى ما فيها الجمع بين الصلاة على إبراهيم وآل إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم وآل محمد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذه أكمل الروايات في صيغ الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن تحفظ صيغتان يعني تلقى هنا في اللهم في النص اللهم اللهم في النص مرات ما فيه تلقى إنك حميد مجيد تلقى في النص ما فيه تلقى إنك حميد مجيد في النهاية كده روايات كثيرة جدا بس أنت أطبط رواية وحدة لو نوعتها جيد يعني لو أنت حافظ كم رواية كل مرة تقول برواية لماذا يا أخوانا الشيخ ابن عسيمين قال لأنه زول لما يعدد الروايات ينتبه للمعاني لكن إنت لما تكون حافظة كده لدرياتين لكنك أنت ما بتنتبه ذاته قلت شنو تلقى التشهد حافظه بصورة ما بتنتبه له والذكرة في الصلاة أنت حافظه لدريات شنو ما بتتأمله بذكر كده قلت شنو أنت ما عارف رقبتك فالأفضل تنوع عشان تتأمل وتتدبر ده لو حافظ روايات لو ما حافظ أحفظك واحدة نجيمة تمام ليه لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في الصلاة خاصة في الصلاة ما تجوز إلا بالصيغة اللي علم النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة لما نزل نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قالوا علمنا السلام عليك السلام عليك ما معروف السلام عليك أيها النبي معروف قالوا فكيف الصلاة عليه فعلموا ما الصلاة ديه يعني بالنص عديل تمام وما تقول بالصلاوات الباطلة في صلاوات كثيرة نجروا ناس سايب يقول لك صلاة الفاتح دي نجرة واحد مغربي اسم أحمد التجاني قال جاني الرسول يا غزة اللامنة ولا في النوم سايب عديل كده يا أخونا النبي بيجي لذول عديل بس كده ببساطة كده بروقة النبي بيجي لذول عديل كده والنبي موش مات عليه الصلاة والسلام وصحابه مجدفنه مجد داخله وبكر الصديق وغبله في راسه وقال طف تحيا وميتا يا رسول الله لا يجمع الله عليك الموتتين أما الموت التي كتبها الله عليك فقد موتها وخرج على الناس وعمر بيكلم في الناس قال ليه ينصد الناس بيقولوا بيستمعوا له قال من كان يعبده محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حيول لا يموت بعد ذلك اختلفوا قالوا ندفنوا وين أوبكر الصديق قالوا ونسمعت النبي قال أي نبي مات بيدفن في المحل اللي مات فيه أي نبي ربنا بيقبضه في المحل اللي بيحب أن يدفن فيه طوال يزحوا السرير اللي مات عليه والنبي صلى الله عليه وسلم ودفن في نفس المكان في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كويس طيب الصحابة بعد ما دفنوه وانس بن مالك قال ما نفضنا أيدينا من غبار الرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا بعد ذلك يجي ذلك يقول لك النبي لا قانين لا قا كيف جاء من وين وطيب الناس اللي بيسلموا عليه هناك باب السلام نادي بيخش باب السلام يمرقوا بالباب الثاني بهناك بيسلموا عليه سلام عليك أي نبي سلموا على وبكر سلموا على عمر بيسلموا على ابنه إذا كانوا وقعت هنا في الجماير بيجاي ولا في المعيلق معقول يا أخواننا لكذا الناس اللي قال قال جاءنا الرسول عديل عديل قابلني ودي كطب المرواحي كطب المرى اثنين قال أداني صلاة الفاتح شوف لو جاك لو سلمنا جلل إنه جاك وما بجيك كسله لو جاك ما بيديك دين جديد لأنه ربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم الآية دي غلط يعني لما نيجي واحد أحمد التجاني بعد أثر من 13 قرن 13 قرن فاتوا ما بعرفوا صلاة الفاتح ولا لاقتهم بعد 13 قرن يجي أحمد التجاني يقول ليك جاني النبي وداني صلاة الفاتح وطيبت 13 قرن ديل ما عرفوا النبي ما أدى لهم ليه ما أقول يا أخواننا اليوم أكملت لكم دينكم الإمام مالك رضي الله عنه قال ما لم يكن يومئذ دينا لما أعلق عليه الآية دي قال الشلي ما كان زمن النبي دين فلن يكون اليوم دينا ما ممكن يكون دينا لا لو زمن النبي مو دين يعني معناها نتوقع بعد 6 سنة يكون في دين جديد يجي واحد تاني يقول النبي جاني الداني دين وبعد 18 سنة يكون في دين جديد ولو كان بالطريقة دي دين محمد صلى الله عليه وسلم ما كان وصلنا أكان يزول جابلة دين براو وتلخبط الدين كله على أي حال صلاة فاتح صلاة غيرة من البدع دي ما بتجوز عندنا بس الصلاة العلمنا لها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية أو العلماء قالوا يمكن أن تقول ما جاء في الآية تخفيفة دلت أصلي على النبي دا لك صيغة خفيفة الصلاة الإبراهيمية هي أفضل صيغة على الإطلاق كما قال النووي والقرطبي عليهما رحمة الله أفضل صيغة هي ويس؟ لكن أنت دا يرصيغة خفيفة العلماء قالوا تقولها في الآية ربنا قال فصلوا عليه وسلموا تسليما تقول اللهم صلي وسلم على نبينا محمد على الآية بس على ما جاء في الآية ممكن كصيغة في الصلاة أنت دار تذكر ماشي في الشارع راكب المواصلات راكب حمارك ماشي على الخلى في حمارك دا فوق اللهم صلي وسلم على نبينا محمد خفيفة أو تقول صباح ومساء بنفس الصيغة دي عشر صباح عشر مساء النبي صلى الله عليه وسلم قال حلت له شفاعتي يوم القيامة عشر الصباح وعشر المساء